حقق فريق الحسين الفوز على الجزيرة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة درع الاتحاد وهدف اللقاء جاء عن طريق كل من سيف درويش وعبد الجليل أجاجون من ضربة جزاء وبهذه النتيجة سجل الحسين فوزه الخامس على التوالي مبتعدا بصدارة المجموعة بعد حسمها مسبقا بالفوز في جميع المباريات على فرق الوحدات وشباب العقبة ومعان وشباب الأردن على التوالي وضمانه أول مقعد في المربع الذهبي للبطولة هذا ويلتقي بعد قليل فريق الوحدات وشباب الأردن على ملعب الأمير محمد بالزرقاء لتحديد هوية الفريق الرابع المتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة درع الاتحاد حيث يمتلك الوحدات في رصيده تسع نقاط وشباب الأردن سبع نقاط حيث يحتاج الوحدات للفوز أو التعادل للتأهل فيما يحتاج شباب الأردن للفوز فقط للتأهل وعد المدرب الإسباني بيبي غورديولا بإعادة منشستر سيتي إلى أفضل مستوياته بعد سلسلة خسارات غير مسبوقة في مسيرته التدريبية حيث تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات وأشار غورديولا إلى أن الفريق الذي يطمح لتحقيق لقب الدور الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي يعاني من إصابات متعددة تشمل لعبين بارزين مثل كروبين دياش وكيفين ديبروين وجاكي غريليش وقال غورديولا أن الفريق ليس بأفضل أحواله حاليا لكن ما زال الوقت مبكرا آملا أن يعود سيتي تدريجيا إلى مستواه المعتاد وأكد المدرب أن الفريق سيستعد جيدا لمباراة قوية مقبلة بعد فترة التوقف الدولية ودعى منشستر يونيتد حقبة مديره الفني الهولندي المؤقت رود فان نيستل روي على أفضل وجه بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه ليستر سيتي في المرحلة الحادية عشرة من بطولة الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكانت هذه المباراة الأخيرة ليونيتد تحت قيادة نيستل روي الذي تولى المسؤولية مؤقتا خلفا لمواطنه إيرك تنهايج الذي تمت إقالته مؤخرا ترجمة نانسي قنقر